اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي بتخضع لرقابة الحكومة من خلال مندوب الحكومة اللي بيكون موجودة عندي داخل البورسة ومن حقه يعترض على اي كارات او اي تعديلات يتم حقه يطلع عليها بعد كده خدنا وقلنا موضوع مهم وقلنا تقاص البورسة بتلت مقاييس لو تفتكروا قلنا مقياس السرعة ومقياس الدقة ومقياس الفاعلية بعد كده تكلمنا قلنا ايه هي انواع البورسات الموجودة عندي لو تفتكروا قلنا البرورسة الامريكية وقلنا تحتل المكانة الاولى من حيث التقدم في سوق المال قلنا في عندنا البورسة الاوروبية وتكلمنا على بورسة لندن والبورسة الفرنسية والالمانية وخدنا الأسيوية وقلنا للبورصة الأسيوية لتحتل بورصة توكي وهون كونج المكانة الأولى بس على مستوى القارة الأسيوية بعد كده خدنا البورصة المصرية وقلنا فيها نوعين فيه واحدة موجودة في اسكندرية وبورصة موجودة في القاهرة وبعد كده خدنا التطور التاريخي للبورصة لو تفتكروا كده قلنا تعود كلمة البورصة للقرن الكام تمام قلنا تعود كلمة البورصة إلى القرن الخامس عشر الميلادي وبعد كده خدنا بعض مصطلحة تعرض التماريخ قلنا في عام 1900 لو تنذكر مع بعض صدر عندي أول تشريع ينظم أعمال البورسة وقلنا معنا كلمة تشريع معناها أول قانون بينظم الأعمال بعدها في 3 سنين لو تفتكر قلت 1903 تم اختيار مبنى يكون مقار داية من البورسة بعدها في 1910 تم وضع أول لايحة في القاهرة و1913 تم وضع أول لايحة في الإسكندرية واخدنا إيه هي أهمية البورسة على المستوى العام وأهميتها على المستوى القومي وبعد كده اتكلمنا على طرق التداول وأسليب التداول النهاردة نتكلم مع بعض في موضوع مهم قوي قوي عايزين نفهم مع بعض وهي التنظيم المالي للبورسة وإيه هي أنواع الصفقات لو بصنا كده مع بعض هنلاقي قبل ما نتكلم ونخش في موضوعنا نفهم مع بعض أنا كمستثمر بستثمر أموالي في البورسة عايزة أعرف الصفقات بتتم إزاي؟ الصفقات اللي هي عملية البيع وعملية الشراء عملية البيع وعملية الشراء عشان تتم عندي في سوق المال ما بتتمش كل عشوائي ما بتتمش مني من نفسي يلا عايزة الشرع هو وحاش هذا وعايزة بيع ووحاش أبيع قلت بتتم من خلال وسيط والو Connie ده اللي بنسميه سمسار اللي هي شركات السمسارة اللي انا اتفقنا وقلت لكم الحلقة اللي فاتت أنني أنا محب أتعامل في سوق المال بتعامل إزاي اللي أنا بروح أتكود في شركة سمسارة باخد كود معين وبعمل عقد معاهم وببدأ اتعامل من خلال سمصار ليا بيكون مدير حساب ليا هو المسؤول عن تعاملات البيع والشراء طبعا دلوقتي عايز الشراء أسهم وأبيع أسهم عجبني ساهم عايز الشراء ألف ساهم من الأسهم دي أو مئة ساهم أو متين ساهم أيا كان العدد بعمل ايه قلت اللي بعمله بقى فيه صفقات نوعين إما بيكون فيه بعمل أمر شراء أو أمر بيع طب يعني ايه مصر أمر شراء أو أمر البيع قلت أمر الشراء لانا اتخيل كده مع بعضنا ان ده موجود عندي ده أمر الشراء موجود بالشكل ده بيجي الوسيط اللي هو السمصار عندي بقول له والله انا عايز الشراء مئة ساهم فبيديني الأمر ده فالأمر ده بيبتكتب فيه اسم الشخص اللي عايز الشراء الأسهم عدد الأسهم ايه اللي انا عايز الشراءها نوع الورقة اللي انا عايز الشراءها ايه نوع الساهم ايه الكمية اللي انا عايز الشراء بيها كل حاجة بتكتب واجه تحت وقع يبقى انا كده مديله امره بالشكل ده بتكون مطبوع للبيانات وانا بملاها عدد الاسهم اسم العميل الكمية السعر التاريخ ووقع من تحت يبقى اللي اصبح كده السمسار انا مكلفه ان هو ماجيش بعد كده اقول له لا انا ما اتلاكش حاجة لا معاه امره ماضي عليه انا كشخص ببدأ اقول له الشر الميت ساهم ونفس الكلام امر البيع ببدأ اعمله بنفس الشكل وبنلاحظ كده طبعا بعد الشركات بتعمل امر الشرى بلون وامر البيع بلون تاني بحيث تميز بن دودة يبقى انا كده وقعت على امر الشرى وعلى امر بيع بالكمية اللي انا عايزها وبالصنف النوع اللي انا عايزها وبالسعر اللي انا عايزه والوقت محدد فيها الامر اذا كان لمدة يوم او اسبوع او شهر وانا استرادها دلوقتي ونشوفها مع بعض فلو قلنا كده انواع السفقات المالية كم نوع يبقى ببساطة كده انواع السفقات قلنا اما امر الشرى او امر بيع نشيبص عليها كده بيقول لي انواع السفقات المالية عليها اول نوع من انواع السفقات المالية اوامر الشراء اتنين اوامر البيع يبقى انا عندي امرينهم امر ايه وايه امر الشراء وامر البيع بس امر البيع ده ينقسم لنوعين في اوامر بيع مملوكة للمستثمر واوامر بيع غير مملوكة للمستثمر يبقى انا امر الشراء هو نوع واحد أمر الشراء أما البيع في نوعين أوامر مملوكة للمستثمر وغير مملوكة للمستثمر. طب انت Lartonne يا ميستر أمر الشراء عن إيه? أمر الشراء دا قال لي أمر الشراء بصدره في حالة توقع المستثمر الارتفاع الأسعار السهم يعني لقيت عارف أنه سهو معين. السهم دا جاي لي معلومات عنه. أو أنا متوقع أنه سهوه يرتفع. فبخش الشراء. يبقى الشراء بتم في حالة توقع المستثمر لارتفاع الأسعار. الناس تقول لي ده احنا عارفين ان الشراء بيتم على الأسعار تنخفض. لا في سوق المال وفي شراء الأسهم بشر السهم لما تتوقع او عندي معلومة معينة ان السهم ده سعره يرتفع او سعره طالع واخد اتجاه تصعود الفوق. يبقى انا كده في الحالة دي بعمل امر شراء لشراء الأسهم. يبقى نحفظها تاني ان امر الشراء بيتم في حال التوقع المستثمر لارتفاع الأسعار اما اوامر البيع. قلنا اوامر البيع فيها نوعين. اوامر بيع للأوراق المالية المملوكة للمستثمر وفيه اوامر بيع غير مملوكة للمستثمر. طب الاوامر بيع المملوكة للمستثمر دي ايه وتصدر في حال التوقع المستثمر لانخفاض السعر يعني انا دقتي السعر السهم بتاعه جايبه بمية جنيه. وفيه معلومة او انا شايف ان السوق فيه اتجاه هبوط في الحالة دي بعمل ايه بحاول أبيع السهم أما بيعه النهاردة بتسعة أحسن معد عليه كمان يوم وبيعه بخمسة يبقى أنا كده أمر البيع الأوراق المملية المملوكة ليا ببيعها وبزل لها أمر بيع في حالة توقع المستثمر لانخفاض الأسعار إنما يا مستر ايه معنى كلمة أوامر البيع الغير مملوكة للمستثمر اللي احنا بنسميها مع بعض كده البيع على المكشوف وهو البيع على المكشوف ونفهم يعني ايه البيع على المكشوف دلوقتي. يبقى أوامر البيع الغير مملوكة ويعد البيع للأوراق المالية لغير مملوكة وهو البيع على المكشوف. إزاي اللي أنا باجي دلوقتي الورقة دي مش معايا. السهم معين السهم ده مش بتاعي ومش معايا. فالسوق فيه اتجاه هبوط. فأنا بعمل ايه بروح بايع كمية أسهم مش بتاعتي. بس بشرط اللي أنا باجي اسشويها بعد كده يبقى أنا ببيع ألف سهم ألفين سهم لنوع سهم معين يبقى اسمه البيع المكشوف ببيع اسهم الاسهم دي ما يمتلكهاش وباجي بعد كده بعمل ايه ببقى مش شريها بعد كده لما السعر ينخفض يعني بعتها مثلا بعشرة ما مش بتاعت بعتها يبقى انا اصبح ليه كمية بعت كان بعت الف يبقى استنى لما السوق يهبطاني اللي بعتها معشرة اخدها بتسعة يبقى انا كده استفدت بفارق السعر وابدأ بيعها تاني لما السوق يعلم يبقى الاوامر عندي او انواع استفقات نوعين اما فيه امر شراء او امر بيع انا كمستثمر في سوق المال تعامل مع الوسيط او مع السمسار بكتب له امر شراء او امر بيع امر الشراء بعمله امتى ده في حالة توقع المستثمر لارتفاع السعر اما امر البيع اقول له فرق بين امر بيع الراء مالية مملوكة للمستثمر حاجة بتاعته ملكي في الحالة دي ببيعها في حالة توقع لانخفاض الاسعار او امر بيع غير مملوكة وهي البيع المكشوف اللي أنا ببيع الأسهم دي وبعد كده ببدأ أشريها تاني يبقى دي اللي هي هي أوامر البيع الغير مملوكة ويعد البيع لأوراق المالية غير مملوكة وهو البيع على المكشوف وهو نوع خاص من البيع الذي يوجده العديد من المخاطر حاجز يضمن بيع للورقة مالية معينة غير مملوكة أصلا للبيع يبقى أنا ببيع ورقة أصلا مش مملوكة لها ببيعها لكن فيه حاجة اللي أنا بشرها بعد كده طيب يبقى احنا كده خلصنا من او قلنا انواع الصفقات المالية اللي هي امر الشراء وامر البيع طب الامر ده ما هي حجم الاوامر والصفقات نخلي بالنا ان حجم الاوامر عندي نخدها دلوقتي بمثال بسيط ان حجم الاوامر فيه حاجتين فيه حجم اوامر على واحد التعامل وحجم اوامر على اجزاء واحد التعامل يبقى فيه حجم اوامر على واحد التعامل ككل وعلى اجزاء واحد التعامل مش فاهمين حاجة حجم التعامل على واحد التعامل اللي هو بسميه حجم التعامل الإجمالي يعني جملة أما على أجزاء واحد التعامل اللي هو القطاعي إزاي؟ يعني دلوقتي العالية الشرية ألف سهم أو الشرية خلينا عدد بسيط الشرية مية سهم يبقى المية سهم اللي أنا بشريهم دول يبقى كل مية سهم بتخش عندي حجم معين أو قطاع معين طب الشريت مية وواحد سهم الشريت مية وواحد سهم المية دول بيخش قطاع الجملة والواحد يخش قطاع القطاعي طب الشريط 113 سهم المية دول يخشوا قطاع معين اللي هي على أساس واحدة التعامل أما 13 دول يخشوا على أجزاء واحدة التعامل يبقى قطاعي يبقى كل كمية زي ما أقول إيه تاجر جملة فتاجر الجملة ده عامل إيه مقسم كل كمية كل مية بيخليهم جزء معين بند معين طب والقطاعي بيبيع الواحدة بالاتنين بالتلاتة باللي هو أقل من مية فلو بصينا كده الأوامع على أساس واحدة التعامل أو مضاعفاتها ويطلق عليها حجم الجملة أو الرقم الدائري دي قلنا يتم التعامل ببورسة الأوراق المالية على أساس عدد الوحدات التعامل وتشمل في العادة مية ورقة مالية وفي الحالات التي يرتفع فيها القيمة السوقية تشمل واحدة تعامل عشر أوراق يعني لو عندي سهم قيمته عالية قيمته 500 600 يقولك السهم قيمته 1000 جنيه سهم قيمته 800 جنيه ده ما يشملش الكمية 100 بيشمل الكمية 10 أما الأوامع على أساس أجزاء وحدة التعامل اللي هو بسميها القطاعي ده إذا كان حجم الأمر يقل عن وحدة التعامل ويعد قطاع أوامر ويعد قطاع أوامر لشراء العدد سهم معين ويعد قطاع أوامر سهم معين اللي هو واحد أو عشرة أو على حسب إيه يبقى احنا كده قلنا مع بعض قلنا مع بعض كده اللي هي في عندي أجزاء معينة لأمر الشراء وأمر البيع طبعا إحنا دلاتي مع بعض بنتكلم في مادة سوق أوراق المالية اللي هي للصف الثالث السنوي مادة سوق أوراق مالية طبعا مادة سهلة عندنا من ضمن المواد اللي موجودة عندي في الحلقة وبنتكلم فيها على البورصات طيب ما هي طرق تحديد السعر؟ ما هي طرق تحديد السعر؟ قلنا طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء إزاي أنا بحد الأمر بتاعي؟ قلت طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء أول حاجة بزر الأمر على أساس أحسن سعر وعلى أساس تحديد السعر بنفسه يبقى الأوامر فانعين إما أوامر السوق أو الأمر المحدد السعر يبقى الأوامر نعين إما أمر السوق أو الأمر المحدد يبقى طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء بزرها لأساس نعين إما الأمر المحدد أو على حسب أمر السوق يعني يا مصر الكلام ده قبل ما نبص عليها ونشوفها أنا دلوقتي اتفاعل مع بعض بعمل أمر الشراء وأمر بيع بعمله جنوان على إيه قلت على حاجتين إما أمر محدد أو أمر السوق يعني إيه أمر السوق Nah أنا بقول لك دلوقتي لو سامحت للسمصار هاتلي السهمي ده بسعر السوق فسعر السوق يقول لي السهم يكونون程 بعشرة يقول له هتخولي بعشرة إذا أنا جبت كده السهم يشيفته بسعر السوق بالأول القيمة اللي يتم عليها التعامل في الشاشة اللحظية يبقى ده كده جبت السار على أساس أمر السوق طب الأمر محدد لا بأقول له لو سامحت هو السهم يشغال عندك بكام هيقول الساهم شغال بعشرة جنيه طب معلش كده انا اعمل لك امر تشري ليه لو نزل تسعة جنيه او تسعة ونص او تسعة تمانين يبقى انا في الحالة دي بحدد السعر انا وبستنى لما السعر ينزل او في العكس البيع لما السعر يعلم يبقى انا كده الاوامر فيها نوعين اما بحدد امر محدد او على اساس امر السوق لو بصينا كده مع بعض هنلاقي اوامر السوق ويتم التنفيذ باقصى سرعة طبيعي انا بقول للشخص السمسار لو سمحت لفز دلوقتي فبيجيبها لي باقصى سرعة ممكنة على اساس افضل سعر يمكن الحصول عليه في حالة الشراء يكون افضل سعر هو اقل سعر وانا بشر الحاجة احب بشريها باقل سعر موجود على الشاشة يعني انا شاف قدام دلوقتي السعر موجود باخد اقل سعر باخد به وحالة البيع يكون اعلى سعر هو الافضل طب الاوامر محدد السعر يقوم المستسمر بتحديد السع او على اساس الامر المحدد القيمة يبقى كده في احنا كل دعم نتكلم على امر الشار وامر البيع وازاي بحدد امر الشار وامر البيع السعر بتاعها بعد كده النطاق الزمني النطاق الزمني لامر الشراء الآن اتفقت مع بعض عملت الأمر اللي موجود عندي ده الأمر اللي أنا عملته ده لما بكتب اسمي وبياناتي وبكتب نوع الساهم واجه حدد التاريخ بتاعي وبكتب الأمر ده هل بعمله لمدة يوم هل بعمله لمدة أسبوع قلت الأمر النطاق الزمن لي بيكون فيه أمر محدد لمدة يوم يعني إيه لمدة يوم يعني لو قلنا مثلا على سبيل مسن نهار ده يوم الحد فيوم اللي حد ده بنعمل إيه أنا قلت للإستمسال لو سمحت أنا عايزة الشر يميد ساهم بسعر 10 جنيه وحددت له سعر 10 جنيه فبسيب له الأمر لغاية اليوم ده لغاية نهاية الجلسة فما الجلسة تنتهي بسأل السمسار هل جاب لي الساهم جابهولي تمام ما جابهوش يبكيه الأمر بتاعك لها طب ما أنا مش فاضي كل يوم أعمل أمر فممكن أعمله لمدة أسبوع اللي أنا بحد الأمر لمدة أسبوع باجي كده بكتب الأمر لمدة أسبوع من تاريخ كذا لتاريخ كذا بحيث في خلال الأسبوع لو جاب السعر اللي هو محددنا بينفز العملية طب ما فيه أمر لمدة شهر نفس الموضوع بتاع الأسبوع بينطبق على الشهر فيه أمر مفتوح وإن أمر المفتوح اللي أنا بكتب عندي السعر بتاعي وأقول له الأمر ده خليه مفتوح المدة أو لما يجيب السعر ده نفزه لي يبقى النطاق الزمني فيه أمر لمدة يوم فيه أمر لمدة أسبوع أو لمدة شهر فيه الأمر بيكون مفتوح المدة لو بصينا كده على النطاق الزمني لتنفيذ أوامر البيع والشراء فيه الأوامر لمدة يوم والأمر لمدة يوم هو بيكون ساري المفعول حتى انتهاء اليوم قلت حتى انتهاء جلسة اليوم الأمر بيكون ساري المفعول أو التنفيذ يعني ممكن في نص اليوم أنفزه أو إقافه بوسط العميل يعني ممكن لاجي في نص الجلسة أو في نص اليوم أقول له لو سمحت إلغي الأمر اللي أنا عامله ده يبقى الأمر لمدة يوم بيكون ساري المفعول لو أنا ما طلبتش ألغي أو تنفذ بيكون سيارة حتى انتهاء اليوم طب فيه أمر لمدة إسبوع أو لمدة شهر الأمر لمدة إسبوع لمدة شهر بيظل سيار المفعول حتى إغلاق التعامل بالبورصة في نهاية الإسبوع يعني قلت البورصة بتشتغل من حد للخميس فالأمر بيفضل لغاية من يوم الحد اللي عملته لغاية يوم الخميس انتهى خلاص يبقى الأمر كي بتاع انتهى أو آخر يوم في الشهر يعني لو قلنا النهار ده 31 يو أنا عامل أمر من أول الشهر يبقى كده كده الأمر انتهى النهار ده في نهاية الجلسة طب الأمر المفتوح الأمر المفتوحة المدة تظل ساري حتى يتم تنفيذه أو إلغائه يعني الأمر المفتوح ده بيفضل شغال معايا على طول أو آجي في أي وقت أنا ألغي يبقى كده الأمر انتهى طب إيه مخاطر الأمر المفتوحة ده الأمر المفتوحة جماعة ليه مخاطر من مخاطر الأمر المفتوحة المدة أن تواجه الأوامر المفتوحة لعدد من المخاطر المخاطر ومنها تغيير الظروف قد تؤدي بعض المعلومات إلى زيادة سعر السهم أو انخفاض السهم يعني إيه؟ يعني دلوقتي عملت أمر مفتوح وقلت له سمحت هات للسهم ده بعشر جنيه أو بيع للسهم ده بعشر جنيه وأنا على أمل بقى أن السهم يتبع بعشر جنيه فجأة حصلت أي تقلبات فلقيت عندي الأسهم تمانها عالي أبعشرة بعشرين يبقى أنا كده خسرت ممكن العكس أقول له الشر السهم ده ليه أبعشرة ففجأة حصل أي اضطرابات فالسهم بدأت ما واخدونا أبعشرة ليوته بسبعة بعدها بيومين يبقى أنا ده مخاطر الأمر المفتوح اللي أنا ببقى فيه بعض المخاطر عشان ما عنديش درائع كاملة أو المعلومات اللي بتطرق على السوق من ارتفاع في السوق أو انخفاض في السوق يبقى احنا كده كل مجموعة الأوامر بتاعت اللي أنا تكلمت فيها اللي هو أمر الشراء وأمر البيع اللي أنا بعمله قلنا أمر الشراء بصدره في حالة توقع ارتفاع الأسعار البيع فيه أمر بيع مملوك أو غير مملوكة طبعا بتكون للمستثمر أوامر البيع المملوكة دي بتكون أوامر بيع بصدرها في حالة توقع لانخفاض الأسعار غير مملوكة ما بتكونش ليه السهم ده مملوك ليه أصلا إنما أنا ببيعه اسمه البيع على المكشوف بعد كده خدنا طرق تحديد السعر قلنا إما بحدده على أساس أمر السوق أو أمر محدد بشوف سعر السوق كام وابدأ أطلب إنه ينفذ للسعر أو الأمر المحدد اللي أنا بحدد فيها القيمة مقدما وقوله لو صبحت هاتل السهم ده بالمبلغ ده بعد كده النطاق الزمني الأمر عندي بيكون لمدة يوم فيه أمر لمدة يوم أو فيه أمر لمدة أسبوع لو حتى انتهاء جلسة الأسبوع أو لمدة شهر حتى نهاية الشهر أو الأمر المفتوح وقولنا فيه مخاطر بتعرض لها في الأمر المفتوح اللي هي تصريب بعض المعلومات اللي تؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم بعد كده بنتكلم على سؤال تاني مين هي الأطراف الفعالة في البورصة أنا ما أقول في مكان معين كده فيه أطراف فعالة فيه فالبورصة عندي فيها ثلاث أطراف فعالة مين هم دون؟ عليها عندي الأطراف الفعالة في البورصة أول حاجة المستسمعون ما ينفعش البورصة تقوم بدون مستسمع إذا كان المستسمع ده مستسمع صغير أو مستسمع كبير يبقى لازم عندي أول حاجة المستسمعون تاني طرف فعال عندي اللي هم المقردون يبقى المقردون والمقتردون وبعد كده الوسطاء فلو بصيت عليها كده السؤال بيجي لي إزاي؟ يقول لي تتكون الأسواء المالية من ثلاثة فعالين رئاسيين وضح ذلك يمكن أن يقول لي تتكون الأسواء المالية من ثلاثة فعالين رئاسيين وضح ذلك أو يقول لي السؤال ما هي الأطراف الفعالة بالبورصة؟ أقول له أول واحد المقردون اللي هم المستسمعون بعد كده المقردون اللي هم مصدروا الأوراق المالية بعد كده الوسطاء الماليون يبقى الأطراف الفعالة في البورصة كانت تلاتة المقردون والمقتردون والوسطاء المقردون اللي هو المستسمعين المقردون اللي هم مصدروا الأوراق المالية الوسطاء الماليين اللي هو عليها قلت الوسيط اللي هي شركات السمسرة نبدأ ناخد كل واحدة من دي بالتفصيل يعني إيه المستسمعون والمستسمر ده بيكون إيه ومين هما مصدر الأوراق المالية ومين هما الوسطاء نبص على الأول واحدة المقرودون أو المستسمعون مين هما المقرودون أو المستسمعون قلنا وهذه الفئة هي مصدر الأموال المستسمرة في السوق المالي طبعا ما ينفعش يقوم سوق المال بدون مستسمعون ما ينفعش وتشمل الأفراد والمؤسسات ما ينفعش أنا أقول في مدرسة عندي بدون طلبة المدرسة تكون فيها طلبة فلازم يكون سوء المال في مستسمعون ومصدر الأموال بتاعة سوء المال هي جاية من المستسمع قاله وينقسم المتعملون في بورصات الأوراق المالية اللي هم المستسمعون بينقسموا إلى أربع أقسام يعني الجماعة المستسمعون دون اللي في سوء المال فيهم أربع أنواع في المدربون المحترفون وفي المتأمرون اللي هم المتلعبون بالأسعار وفي المدربون الهواء وفي المستسمعون ايه بقى القصة دي يا مصر تدخلتنا كده في موضوع كبير لا مش كبير ولا حاجة نمسكها واحدة واحدة احنا قلنا اول حاجة المقرودون او المستسمعون المستسمعون دول اللي هم الفئة الاساسية لمصدر الاموال في سوق المال وبينقسموا الى اربع انواع نقولها كده مع بعض ونشوف كل نوع بالتفصيل قلنا اول حاجة المضربون المحترفون وبعد كده المتلعبون بالاسعار اللي هم المتأمرون وبعد كده المضربون والهوا وبعد كده المستسمعون العاديين ايه بقى القصة المضربون المحترفون والهوا والمتلعبون والموضوع ده ما فيهاش موضوع لا حاجة بكل بساطة لو قلنا المضربون المحترفون اكيد في كل مجال بيبقى في عندي ناس خبرة وناس عندها كفاءة عالية في المجال ده وناس توقعتها حلوة في المجال ده فانا من ضمن سوق المال فيه مجموعة عندي المجموعة دي عندها تنبؤ دقيق باتجاهات السوق قعد عارفة السوق رايح فين وجاي منين امتى يبيع وامتى يشتري اقول اه ده الراجل ده راجل محترف في السوق راجل عنده معلومات كويسة في السوق راجل ازاي بيعرف يبيع او ازاي بيعرف يشتري يبقى ده المضرب المحترف يبقى انا كده بكل بساطة المضرب المحترف اللي هو الشخص اللي عنده دراية بالسوق عنده تنبؤ دقيق باتجاهات السوق يعرف امتى يبيع وامتى يشتري طب التانيين يا مستر اللي هم المتلعبون او المتأمرون المتلعبون بالاسعار دول الجماعة اللي بيأثروا على اتجاهات السوق بارتفاع وانخفاض بيخش يعملوا عملية تلاعب بالسوق انا كواحد مستثمر عادي مستني ان السهم يعلي عشان اخش اشتري فيجي الجماعة المتلعبون بالاسعار دي يعملوا ايه يخش يعملوا عملية ارتفاع للسوق وهمة اسمه ارتفاع مصطنع يعمل ارتفاع في السوق فالناس العادية بقى اللي قاعد اللي هو الهاوي والمستثمر العادي شايف ان السوق فيه ارتفاع والاسهم فيه ارتفاع يخش الشرع هما جايين باقيين عليه ويبدأ يحققوا مكسب ويحققوا ارباح من خلال التأثير على اتجاهات السوق بيتلعبوا بالسوق وهنا شوفنا طبعا الكلام ده كتير وسمعنا عنه ان فيه جماعة بتخش يتلعبوا في الاسهم ويتلعبوا في الاسواق لكن هي اترقاب المالية بتبدأ تظبط الكلام ده بعد كده الهواء المضارب الهاوي ده اللي هو راجل على قد وراجل غالبان بيشتغل مهنة معينة انا كده كمعلم ببدأ استثمر الى جانب عملي مبلغ معين في سوق المال بس ما عنديش جراية بتعملات السوق انا اه معايا مبلغ معين طبع المبلغ ده استثمره فين قلت خلاص استثمره لانا اجيب شوية اسهم واشتري اسهم وحطها وابدأ اشتغل بيها يبقى انا اصبح هاوي بخش باندفاع كده واشتري وبيعه خلاص يبقى ده اسم المدرب الهاوي وبيكون ده بيكون له اثر سيئ على السوق ليه مش فاهم فيه طبيعة السوق مش فاهم ابعاد عملية البيع والشراء فبيخش الشر والبيع كده وخلاص يبقى انا كده فهمت مين هو المحترف اللي هو عندهinspق دقيق في درات السوق فهمت مين هم المتلعبون بالسوق اللي هما بيقصَّر على تجاهات السوق بالصعود او النزول فهمت مين هو الهاوي والمدرب الهاوي اللي هو بيستثمر ماله دي من اموال الى جلب عمله الاصلي واحد شغال مهنة معينة فيقول المبلغ اللي معايا ده بدلا محطه في بنك اللي أستثمره في سوق المال فنبص عليها كده واحدة واحدة ونشوفها قل له مع بعض واحد المدربون المحترفون اللي يستهدفون من عملياتهم الانتفاع من فروق الاسعار في تحقيق اكبر عائد ممكن ويعتمد المدارب المحترف في تخطيطه والعملياته على التنبؤ الدقيق باتجاهات السوق يبقى المدارب المحترف ده بيعتمد على التنبؤ الدقيق باتجاهات السوق وبيحقق في روق اسعار من خلال عملياته اللي بتتم البيع والشراء والمدارب المحترف نوعين المدربون بالصعود والمدربون بالنزول يبقى فيه مدرب بالصعود وده وذلك في حالة تنبؤ باتجاه السوق نحو الارتفاع إذ يقوم بالشراء الهامش وانتظاراً لارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح إيه بقى القصة دي يا مصر عايزين نفهمها أنا قلت المدارب المحترف عنده تنبؤ دقيق باتجاهات السوق ففي واحد فيهم من المحترفين دول اسمه مدرب بالصعود إيه المدارب بالصعود ده؟ المدارب ده عنده تنبؤ باتجاه السوق نحو الارتفاع عارف إن السوق مرتفع عارف إن السوق الأسبوع ده أو النهار ده هيبدأ فيه ارتفاع فبيعمل إيه الشخص ده؟ هو المدارب المحترف بالصعود عنده معلومة إن السوق طالع إن السوق السهم ده من 10 يوصل 20 فبيعمل إيه؟ فبيخش يشتري فبيشتري حاجة اسمها الشرب الهامش إيه الشرب الهامش ده؟ أنا دلوقتي معي مبلغ مثلا ألف جنيه فببدأ أقترض مبلغ معين من شركة السمسرة زيهم ألف جنيه تاني يبقى أنا أصبح كده بشتري بألفين جنيه يبقى أنا اشتريت بالهامش مش بفلوسي فاشتريت بمبلغ معين بحيث في حالة ارتفاع السهم بروح بايع الأسهم وسدد المدينوين اللي عليها والبقيت الربح بتاعه بخضنة يبقى ده الشرب الهامش اللي أنا ببدأ أشتري حتى المتوقع ويعرف إن السوق واخد اتجاه صاعد أما الناحية التانية المضارب بالنزول أكيد طبعا عكسه ده بيكون عنده تنبؤ بارتفاع السعر أما التانية عنده تنبؤ بانخفاض السعر نبص عليها المضارب بالنزول وذلك في حالة التنبؤ باتجاه السوق نحو الانخفاض إذ يقوم ببيع الأوراق لا يمتلكها اللي هو البيع المكشوف هو بص هنا جي عمل إيه؟ فلوس مش بتاعته دخل الشرب الهامش لما السهم ما يحصل له ارتفاع طب هنا حصل إيه؟ ببيع بيع المكشوف اللي أنا ببيع أوراق مش بتاعتي وببدأ أشتريها تاني عشان أعرف إن السهم عينزل السهم النهار ده بعشرة هعرف اللي هو نزل لغاية تمانية فهنا بيع كمية أسهم ألف سهم ألفين سهم اسمه البيع المكشوف أوراق لا أمتلكها وقعد بعد كم ينزل تمانية أخش أنا أشتريها وبقى أنا استفدت بفرق السعر بتاعي اتنين المتأمرون اللي هم المتلعبون بالأسعار قلنا المتلعبون بالأسعار وهم فئة تهدف لتحقيق الأرباح من خلال التأثير على اتجاهات السوق صعود أو هبوط يبقى الناس دي بقى بتعمل ايه؟ بالتلاعب في الأسعار بيعمل حاجة مصطنعة والتحكم في الأسعار السائدة والمتلعبون دول بيستخدموا أساليب بيستخدموها لأحداث أسعار سيئة على السوق وهناك ثلاث أساليب يستخدمها المتلعبون لأحداث أسعار ايه الأسعار دي؟ بيعمل اتجاه صعودي مصطنع في الأسعار هتبص انت كده عادوا قدام الشاشة وقعد قدام صالة في قاعد التداول تبص تلاقي السهم ماشاء الله طلع من 10 15 11 12 وطلع طلع 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 تقول آه بس ده كله اتجاه صعودي مصطنع مين اللي عملوا؟ المتلعبون بالأسعار بعد كده بيبقى فيه اتجاه نزول مصطنع وبعد كده أو بيثبت السعر يعني ايه سبت السعر؟ يعني يقعد بقى يخلي السهم على 10 طول الجلسة وجلسة وجلسة هو نفس السعر ده فيخلي المستثمر العادي يزقم السهم ممكن يبيعه يبقى أنا أصبح ايه؟ أصبح الشخص المتلعب بالأسعار بيأثر بأساليب إما بيعمل ارتفاع مصطنع أو النزول مصطنع أو تثبيت الأسعار يبقى هنخفمنا كده ايه المتلعب المحترف؟ وايه المتلعبون بالأسعار؟ طب نشوف مع بعض المضارب الهاوي المضاربون الهواء قال للمضارب الهاوي هو ذلك الشخص الذي يستهدف استثمار ما لديه بيعمل عملية استثمار ما لديه من مدخرات إلى جانب عمله الأصلي أنا شغال مهنة معينة فالمهنة دي بستثمر أموال بتاعتي ومدهرات بتاعتي إلى جانب عمله وغالبا ما يكون غير متخصص في مجال المضاربة ما طبعا أنا مجال متخصص فيه أما في مضاربة في سوق الأموال أو في سوق المال في ناس محترفة وفي ناس لها المجال ده بتاعها أما المضارب الهاوي وله أثر سيء على السوق لعدم تفاهمه لأصول المضاربة ممكن يخش شايف المتلعب كده رفع السرح داخل مشتري شايف المتلعب الأسعار نزل السرح داخل بايع وهو مش فاهم إيه أصول التداول وأصول المضاربة إيه فبالتالي بيكون ليه أثر سيء على السوق لو فيه ألف واحد أو ألفين واحد عمل للشخص ده وباعه مرة واحدة بيؤد ده لانهيار السهم فده بتبقى مشكلة عندنا بعد كده قلت رابع حاجة اللي هم المستثمرون قلت المستثمرون هناك نوعين فيه مستثمر كبير ومستثمر مين صغير المستثمر الكبير وغالبا ما يحتفظ بحصة مناسبة من الأوراق بياخد كمية معانا من الأوراق بتاعته ويحتفظ بيها عشان أحكام السيطرة على الشركة وإدارتها يخش كده الشري في الشركة يجي مستثمر كبير يخش الشري كام مليون سهم في شركة معينة بحيث عايز يعمل إيه عايز يحكم سيطرته على الشركة وإدارتها أما المستثمر الصغير اللي هي دي الأغالبية العظمة وتمثل الغالبية العظمة للمستثمرين ومدخرتها وهي التي تسهم بشكل أساسي في توفير التمويل اللازم للمنظمات الأعمال وهي العمادة الرئيسي لسوق المال يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض على أول نوع من الأطراف الفعالة لسوق المال وقلنا المقرودون أو المستثمرون وأسننا المتعاملين في سوق المال لأربعة قلنا أول حاجة المضارب المحترف لهم المضاربون المحترفون لهم يعتمد على التنبؤ الضقيق باتجاهات السوق قلنا اتنين المتلعبون بالأسعار اللي هما الجماعة اللي بيتلعبوا بقى بالسوق وبيحاول يعمل المتلعب ده بيأثر على اتجاهات السوق بالبيع والشراء يحقق يحيز يكسب هو وما ليش دعوة بأي حد تاني فبيبدأ يعمل عملية ارتفاع في الأسعار أو نزول السوق أو المضارب الهاوي اللي هو بيستثمر أمواله إلى جانب عمله وده بيكون له أثر سيء لعدم تفاهمه لأصول المضاربة بعد كده المستثمرون بيكون عندي فانعين في مستثمر كبير ومستثمر صغير المستثمر الكبير بياخد حصة في أو بيستثمر أمواله من المجموع من الأسعار بياخد حصة هدفه أنه يكون مشترك في إدارة المنشأة أو إدارة الشركة دي أما المستثمر الصغير وده بيمسره الأغلبية العظمة لسوق المال وأموالهم هي اللي بتشغل سوق المال فهي العماد الرئيسي لأسواء المال الثاني حاجة من ضمن لو قلناها الأطراف الفعالة المقتردون اللي هما مصدروا الأوراق المالية مين بقى مصدر الأوراق المالية اللي هي الشركات والمؤسسات اللي هو تتضمن هذه الفئة مجموعة من المؤسسات ومنظمات الأعمال الخاصة والحكومية والتي تتصدر بعض الأوراق المالية مثل السندات والأسهم العادية والممتازة أنا طبيعي أي شركة معينة أو أي مؤسسة أو أي منظمة إذا كانت خاصة أو حكومية الشركة دي بتعمل إيه؟ الشركة دي بتبدأ تعمل عملية طرح أسهم للكتاب العام فالشركة دي بتطرح أسهمها وتصدر أسهمها بالتالي بيجي المواطن العادي أو المستثمرين في سوق المال بيخشوا يكتدبوا في الأسهم ده يبقى دول اسمهم المقردون أو مصدر الأوراق المالية بعد كده عندي الوسطاء الماليين تلت واحدة الوسطاء الماليين قال لي والوسطاء الماليين تتعدد أشكال وأنواع الوساطة المالية ما بين مصرفية ورمصرفية يبقى الوسطة المالية بتتعدد ما بين وساطة مصرفية أو رمصرفية وبين ما تأخذ منها شكل الوساطة التعاقدية أو الوساطة الستثمرية احنا في كل ده نتكلم عن الوساطة الاستثمارية بس يبقى أنا عندي الوساطة الماليين أفهم اللي هي أشكالها متعددة ما بين مصرفية وغير مصرفية أو تاخش شكل وساطة تعقدية أو وساطة استثمارية ايه الوساطة الاستثمارية بقى لها نتكلم عنها قال للوساطة الاستثمارية ليس لها الحق في إصدار أو بيع أصول مالية يبقى الوساطة الاستثمارية ليس لها الحق في إصدار أو بيع أصول مالية للحصول على احتياجتها من الاموال والوسطاء الماليين ثلاثة سمصرة الارعاء المالية ده اول وسيط مالي لهم مين سمصرة الارعاء المالية اتنين تجار الارعاء المالية ثلاثة بنوكل الاستثمار وتكلمنا على بنوكل الاستثمار قبل كده يبقى احنا كده قلنا الوسطاء الماليين ثلاثة نخلي بالنا الوسطاء الماليين ثلاثة لهم سمصرة الارعاء المالية تجار الأوراق المالية وبنوك الاستثمار مين هم السمصرة؟ قلنا السمصرة ده اللي هو السمصار اللي هو الوسيط اللي أنا قلت عليه في أول حاجة خالص اللي أنا ما ينفعش كشخص أخش أستثمر في بورس الأوراق المالية من خلال نفسي لازم من خلال سمصار قانون سوق المال إدى الحق لشركات السمصارة اللي هي تقوم بالمهمة دي اللي هو بقى وسيط بني في عملية الشراء والبيع أنا ببيع سهم في أصاده سمصار بيشرع سهم اللي عمل بتاعه اللي اتنين بيبدأوا بيعملوا عملية الصفقة وبيتم عملية البيع وعملية الشراء يبقى الوسيط ده أو السمصار هو وسيط بين الباع والمشتري طب الوسيط ده بيعمل ايه؟ بياخد عمولة أكيد شركات السمصارة بتاخد عمولة يبقى شركات السمصارة تعمل مقابل ايه؟ مقابل عمولة لو بصينا كده على السمسار قلنا السمسار وسيط بين المشاريين والبقعين للأوراق المالية مقابل ايه مقابل عمولة يبقى وسيط ده السمسار طب فيه عندي السمسار وفيه بيوت السمسارة ايه يا مستر الاختلاف ما بين السمسار وما بين بيوت السمسارة السمسار بتكون تعملاته بسيطة ما بين بيع ومشتار اما بيوت السمسارة بتكون خدماتها اعلى فلو بصينا كده من خدمات بيوت السمسارة بتعمل ايه خدمات بيوت السمسرة واحد بتوفر المعلومات المالية يبقى اول خدمة لبيوت السمسرة بتوفر لي معلومات المالية الحديثة عن اوراق المالية اتنين بتقدم للنصح والمشروع للعملاء بتفتح حسابات جارية للعميل وتقدم تسهيلات اقتمانية ده كل دي ما بيقدمها بيوت السمسرة تلاتة القيام نيابة عن العملاء باداء العديد من الانشطة يبقى انا كده فهمت في الجزء ده اللي هي سمسة الاراق المالية ان فيه عند سمسار وفيه بيوت السمسرة قلنا السمسار هو وسيط بين البيع والمشتري مقابل عمولة اما خدمات بيوت السمسرة او بيوت السمسرة بتقدم خدمات اعلى من السمسار ومن ضمن خدماتها اللي هي بتوفر معلومات بتقدم النصح والمشروع للعميل بتفتح حسابات وتقدم تسهيلات اقتمانية بتقوم بالنيابة عن العميل باداء العديد من الانشطة طب دي كده اللي هو اول نوع عندي من انواع الوسطاء الماليين احنا قلنا انواع الوسطاء الماليين كم حاجة تلاتة ايه هم انواع الوسطاء الماليين قلنا السمسرة اللي هم سمسرة الاراق المالية والسمسر قلنا اقول حاجة السمسار والسمسار ده وسيط بين البيع والمشتري مقابل عمولة وقلنا فيه اختلاف بين السمسار وبين بيوت السمسرة بيوت السمسرة اللي بتقدم خدمات اعلى من السمصير لها بتقدم معلومات تقدم النصح بتبدأ بتقوم بعملية فتح حسابات وتقديم تسهيلات اقتمانية بتقوم بنيابة عنه في اداء بعض الانشطة تاني حاجة قلناها من الوسطاء الماليين تجارة الاراء المالية وتجارة الاراء المالية لما نجي ناخدها عايزين نفرق بين حاجتين بين بنميز بين اذا كانت الانشطة تقليلية ولا انشطة مستحدثة يبقى تجارة الاراء المالية التجار الأرائي المالية في عندي أنشطة تقليدية وأنشطة مستحدثة نبص عليها كده تجار الأرائي المالية اللي يمكن في هذا المجال التميز بين الأنشطة التقليدية والأنشطة التقليدية والتي تأخذ شكل التجارة المباشرة في الأرائي المالية حيث يقوم التجار بشيرة وبيع الأرائي المالية لحساب أنفسهم يبقى التجارة التقليدية او الانشطة التقليدية اسمها انشطة تقليدية بتاخد شكل التجارة المباشرة ممكن تجيلي مصالح علمي يقول لي تاخد شكل التجارة المباشرة في الاراية المالية طب التجار بيعملوا ايه بيقوموا بشراء وبيع الاراية المالية لحساب انفسهم دول التجار الانشطة التقليدية نقول لي تجار الانشطة التقليدية اما الانشطة المستحدثة والتي تاخد شكل شركات متخصصة اصبح كده ما كانش في نشاطة تقليدي ده فيها نشاطة مستحدثة للعرائل المالية اللي بتأخذ شركات متخصصة منها شركات ترويج وضمان الاجتتاب يبقى اول شركة عنده متخصصة وشركة مستحدثة او نشاط مستحدث في سوق المال شركات ترويج وضمان الاجتتاب شركات رأس المال المخاطر شركات ترويج الحقوق المالية يعني ايه مستر شركات ترويج وضمان الاكتاب اكيد طبعا انا دلوقتي من اي شركة الشركة دي بتطرح اسهمها لأول مرة وهنا ممكن تفتكروا الحس الحلقة اللي فاتت قلنا مع بعض حاجة قلنا لو تفتكروا كلا السوق الاولي والسوق السنوي فكلا ما قلنا الاطار العام لسوق المال وقلنا فيه سوق اين سوق اولي وسوق سنوي وقلنا مع بعض ان السوق الاولي اللي هو سوق الاصدار اللي قلنا سوق لايه الاصدار ان الشركات الجديدة اللي بتطرح اسهمها الكتاب العام بيطلع من لها عملية اصدار. فلا الاسهم دي انا دوقتي كشركة الشركة دي طرحت اسهمي للكتاب. فانا مش عارف فانجح للكتاب بتاعي. عايز الكتاب بتاعي ينجح والشركة بتاعي تنجح. وكتاب هينجح فيه. والازل الاسهم بتاعتي في سوق المال. فباجي اروح لشركة متخصصة. الشركة دي هي بتقوم بعملية ترويج. وبتضمن الاكتتاب ده. وتبدأ تعمل لي عملية الاكتتاب في احد البنوك. وببدأ انا تنجح لموضوع الاسهم بتاعي. وبتاع الشركة بتاعتي. وبالتالي الطرحة بتاعي بيتم. والاسهم بتاعي بتنجح في سوق المال. يبقى دي شدمها شركات ترويج وضمان الاكتتاب. بيتروج ليه الاكتتاب بتاع الشركة دي عشان الطرحة بتاعها ينجح ازا كان طرحة على شركة عامة او شركة حكومية. خاصة او حكومية. اه نبص عليها مع بعض كده. شركات ترويج وضمان الاكتتاب في الاراء المالية شركات ترويج وضمان الاجتتاب في الاراء المالية واحدة واحدة معها قال لي واتتركز نشاطها في ضمان تلقي الاجتتاب في الاراء المالية التي تصدرها الشركات والمنظمات الاخرى يبقى دي شركات تتلقى الاجتتاب في الاراء المالية التي تصدرها الشركات والمنظمات الاخرى وبالتالي بتقوم بعملية ترويج لها وتبدأ تنجح طرح الشركة دي اتنين شركات رأس المال المخاطر ايه شركات رأس المال المخاطر وتقوم بعدة انشطة استثمارية رأس المال المخاطر الشركات دي بتقوم بعدة انشطة استثمارية بس الانشطة دي تتسم بارتفاع درجة المخاطر شركات ترويق الحقوق المالية شركات ترويق الحقوق المالية اللي يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول إلى منشآت متخصصة تكون قابلة للتداول في سوق الأراء المالية طبعا أكيد لو إحنا قرنا دي مرة واثنين وثانة وعشرة هنقول مش فاهمين نفهمها مع بعض شركات ترويق الحقوق المالية اللي يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول إلى منشآت متخصصة تكون قابلة للتداول في سوق الأراء المالية نفهمها مع بعض يعني إيه ترويق الترويق هو معناه إيه إلا أنا دلوقتي قلت مع بعض دلوقتي فيه شركة الشركة دي لو يكون على سبيل المثال مدية ضمان عقارة بعض العملاء فليها كارد عندي سين وصاد وعين ولايه فلوس عندي ده وده 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 فبتعمل إيه الشركة دي أو بيعمل إيه البنك ده أو بيعمل إيه الشخص ده بيبيع الحاجات دي أو بيبيع القروض دي أنا لايه فلوس عندي شخص معين فبعمل إيه الكارد بتاعي اللي أنا مدهولك ببيعه الفيس اللي هي عندك دي ببيعها لشركات الشركات دي بتاخد كله وبتخليها في شكل أراء مالية بتبدأ طرحها في سوق المال يبقى اسمها شركات ترويق الحقوق المالية اللي أنا ببيع الأسهم بتاعي ببيع الكارد اللي علية والالتزامات الليلية أو جميع الليلية ببدأ أبيعها لشركات متخصصة الشركات دي بتاخدها وبتبدأ تتراحى لسوق المال بعد كده بنوك الاستثمار من ضمن ثالث حاجة من الوسطاء الماليين وهنا الوسطاء الماليين اللي هم أول حاجة السمسرة اثنين التجار ثلاثة بنوك الاستثمار ايه بنوك الاستثمار دي؟ لو تفتكوا هل تكلمنا على بنوك الاستثمار قبل كده وقلنا بنوك الاستثمار هي بنوك لا تقبل الودائع بنوك لا تقبل ايه؟ الودائع ولكن هدفها بتقدم النصح للعملاء وبنوك الاستثمار قلنا لها وظائف ومن أهم وظائف بنوك الاستثمار لو تفتكروا قلنا مع بعض هل البنك ده زي البنك التجاري قلنا لأ فيه اختلاف ما بين البنك التجاري وما بين بنك الاستثمار بنك الاستثمار بيعمل ايه؟ قلنا لا يقبل الودائع إنما بيقدم النصيحة للعميل بنك الاسمار بتعامل في الأوراق المالية بنك الاسمار بيقوم بوظيفة بيوت السمسرة حسنا ماخدين شوية خدمات بيوت السمسرة اللي بتقدم بعلومات فبنك الاسمار من ضمن البنوك اللي بتقوم بخدمات بيوت السمسرة بنك الاسمار بيقوم بوظيفة وكيل عن العميل بنك الاسمار بيقوم بوظيفة وكيل المكتتبين لما قلت في شركة والشركة دي بتروج للاكتتاب فبنك الاسمار هو بيكون وكيل عن المكتتبين أنا عايز أكتف في سهم من 10 أو 100 فالبنك ده بيكون وكيل عني يبقى كده أصبح بنك الاستثمار ليه وظائف وإنها قبل كده في الفصل الأول فنشوفها مع بعض تاني بنوك الاستثمار لا تقبل الودائع بهدف إعادة إقراضها ولكن تعمل فقط في أسواء الأراء المالية وخاصة سوء الإصدار وظيفة بنك الاستثمار إيه؟ التعامل في الأراء المالية القيام بوظيفة بيوت السمسرة القيام بوظيفة وكيل المكتتبين القيام بوظيفة صانع السوق يبقى ده كده أصبح بنك الاستثمار ليه وظائف عندي ففهمنا بنك الاستثمار هو إيه؟ ووظيفة بنك الاستثمار بعد كده أنتقل لموضوع تاني مكونات نظام التشغيل بالبورسة إيه هي مكونات نظام التشغيل بالبورسة إيه؟ لو بصيت كده على مكونات نظام التشغيل عليها في عندي أربع مكونات أول مكون عندي صالة التداول اتنين الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورسة تلاتة طرق التداول أربعة الهيئة المشرفة على إدارة البورسة يبقى نظام التشغيل بالبورسة عندي فيه كم مكون لو قلت كده نظام التشغيل بالبورسة عندنا فيه أربع مكونات أول مكون عندي من مكونات نظام التشغيل صالة التداول أما قلنا هنا مكونات التشغيل عندي إيه؟ في الحلقة بتاعتنا أقول آه مكونات التشغيل عندي الاستوديو الكاميرات الأشخاص الموجودة المدرس البشرح اللابتوب وقد يبقى دي بكلها مكونات تشغيل فلو جيت لسوق المال إيه مكونات التشغيل عندي قلت أول مكونات تشغيل صالة التداول صالة التداول هي قاعة التداول وهي قاعة مخصصة للتداول وبيتم التداول على الأرعاء المالية باستخدام الحاسبات الآلية مجيش بقى زي زي ما أنا عاد أقول بخمسة بعشر زي بقصت الأرعاء القطن زي ما لا بس تخدمها باستخدام الحاسبات الألية يبقى ده أول مكون لتشغيل البورصة تاني مكون الوسطاء بس الوسطاء دول ما قولش وسطاء واسكو تقول الوسطاء المرخص لهم التعامل من عند ممكن واحد يتعامل في سوق المال بدون رخصة ما ينفعش لازم أي سمسارة أو أي شركة سمسارة يكون مرخص لها للتعامل في سوق المال من خلال الهيئة يبقى تاني الحاجة الوسطاء المرخص لهم بالتعامل ونخلي بالنا وحنا قلناها قبل كده وبنقولها تاني ان الوسيط المرخص ليه بالتعامل لا يحق ليه التعامل في سوق الأراءة المالية بيع وشرع لحساب نفسه يعني ما ينفعش كده سمسارة جاي عامل أمر شرع أمر بيع لنفسه ويبيع ويشرع لنفسه ممنوع ما ينفعش يبقى كده عندي حاجتين صالة التداول والوسطاء ثلاثة طرق التداول بيتم ازاي قلنا الحلقة الفاتة طرق التداول فيه طرقتين طريقة المفاوضة وطريقة المزايدة وتكلمنا قبل كده على طريقة المفاوضة ايه والمزايدة ايه رابع حاجة الهيئة المشرفة مش عاجة انا عندي اعمل كل ده واخلي كل واحد اشتغل بدماغه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه وكل شركة سمسارة تعمل هي عايزة في العمل ما ينفعش لازم تكون فيه هيئة مشرفة على الكلام ده كله يبقى اسمع الهيئة المشرفة على إدارة البورسة يبقى انا عندي كده أصبح دول كلهم مع بعض الاربع حاجات كوناهم مع بعض اسمها ايه مكونات نظام التشغيل اول مكون قلنا نبص عليها كده مع بعض صالة التداول وقلنا صالة التداول هي المكان المخصص للتداول ويطلق عليها قاعة التداول قاعة ممكن كلها منشوفها في النشرة الاقتصادية نلاقي كده قاعة بيتم فيها التداول باستخدام الحاسبات الالكترونية اتنين الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورسة لازم يكون وسيط بس مرخص له وهم السمسرة ماشي والذين يقومون بتنفيذ أوامر عملائهم اللي هي أمر البيع وأمر الشيرة بص بقى اللي جاية دي ويحذر عليهم التعامل لحسابهم الخاص ممنوع يا عم السمسار انت تتعامل لحسابك الخاص ممنوع ساعتك تبقى وتشترل نفسك ده ممنوع في سوق المال ثلاثة طرق التداول طرق التداول قلنا فيه طرقتين المفاوضة والمزايدة وتكلمنا عليهم ونديناهم الحصة للحلقة اللي فاتت أربعة الهيئة المشرفة على إدارة البورسة اللي هي هي هيئة الرقابة المالية دي الهيئة المشرفة على إدارة البورسة يبقى الأربعة دول اسمهم مكونات نظام التشغيل ببورسة الأرقابة المالية عشان لو جال أي حاجة منهم مصطلح أكون فاهم إيه قصتها طب تعالى كده مع بعض نشوف الهيئة المشرفة على إدارة البورسة ما نتكلم شو رائع الهيئة دي اللي بتشرف على البورسة حانا نصبح من نتكلم عن البورسة وعلى السمسار وعلى المستثمر طب ما نشوف اللي بيشرفوا علينا قصتهم إيه وموضوهم إيه نبص مع بعض الهيئة المشرفة على إدارة البورسة قلنا الهيئة دي تقوم على تطبيق قوانين البورسة تمام بتطبق القوانين بتنظم الأمور متعلقة بصلت التداول وترق التداول يبقى الهيئة وظيفتها ايه زي اي هيئة ارقبية او اي جهة مسؤولة بتطبق القوانين بتنظم الامور المتعلقة بصالة التداول وطرق التداول ازاي وتقوم الهيئة المشرفة على قدرة البورسة بالقاتي بتقوم بايه بقى بص بقى اول حاجة الهيئة دي بتعمل ايه بترعب على السوق الاولي اللي هو سوق الاصدار اللي احنا قلنا عليه الحلقة اللي فاتت بإلزام الشركات الجديدة بإصدار نشرة الكتاب للجمهور يعني ما ينفعش الشركة عندي الشركة دي عايزة تطرح اسهمها مع نفسها في الدرة كده فهيئة الرقابة المالية او هيئة المشرفة عليها بتلزم اي شركة بتزر او بتعمل اكتتاب بإصدار نشرة الكتاب للجمهور اتنين الهيئة بتقوم بوضع مطلبات الافصاح ايه مطلبات الافصاح دي انا دلوقتي جيت عملت صفقة صفقة بيع او صفقة شراء لازم ببدأ اعمل لك عملية ايه افساح تعال انت قول لي ده ايه وده ايه وده ايه ببعاتل قيمة المركز المال بتاعك قول لي ايه اللي حصل بيين لي الصفقة دي تمت ليه ايه اللي حصل في السهم السهم علي ليه السهم نزل ليه لازم عندها كل حاجة خاصة بالشركة الهيئة بتطلبها من الشركات اللي هو مطلبات الافصاح بترائب على السوق السنوي بترائب على السوق السنوي هاي سلتزم الشركات المقيدة بالبورصة باعداد ونشر المعلومات عن اداءها والكلام ده بيكون كل 3 شهر بتطبق القوانين يبقى ده كده احنا اخدنا الهيئة المشرفة اه وكده يبقى احنا اخدنا مكونات نظام التشغيل في سوق المال وانقف لغاية كده لغاية مكونات نظام التشغيل وان شاء الله بنكمل الحصة الجاية هلا تكونوا استفدتوا وان شاء الله بإذن الله مع بعض الحصة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته